يا نفق الإرهاب الأخرق أغلق فاك الفاغرة للموت مشاعا منذ امتد عواء الزئب إليك تطاول ليل الريف فكيف يرص النور بذاك الخندق كيف تدور الرقطاء على خاصرة الشام فتشهق نريد أن نقول من خلال هذا المهرجان إن الإرهاب الذي حاول أن يغتال الكلمة وأراد من خلالها أيضا أن يغتال الوطن ها نحن نقاومه بالكلمة وهو أفراد جيشنا الباسل يقاومونهم بأجسادهم وبدمائهم وبيقينهم بأن النصر سيكون حليفنا أشارك بقصيدة بعنوان أمي عن أم اسمها غالية فرحات من قرية في الجولان السورية رفضت بديلا من الهوية السورية وقاومت في مظاهرة قرار فرض هوية صهيونية على أبناء القرى المحتلة فواجهت الاحتلال وتركت أطفالها في المنزل هذه الأم ونالت شرف الشهادة وسقطت شهيدة الأدب بشكل عام من متباته الرئيسية أنه يعمل أو يبحث عن التغارب ما بين الشعوب وعن السلام فمشاركتي أنا مشاركتي بالذات يعني حضرت قصيدة بعنوان وطن غيبته أكوام الرماد حول موضوع التديمن والأحداث وفي ظل الظروف يعني من جوعهم نبتوا رغيفا حاضرا ظنوا بأن الله منهم مغادرا من جوعهم نبتوا رغيفا حاضرا ظنوا بأن الله منهم مغادرا وحي الخلاص البدا وكل منهم تركوا على باب الغناء حناجرا والخوف آخر ما تبقى من علامات الحياة والخوف آخر ما تبقى من علامات الحياة محل وجوه مكابرا فالموجو آنسهم وخلف ثائرا والصمت في فمهم تحول شاعرا أن نحضر بهذه الأمسية بجانب معرض الكتاب على موضوع المقاومة وأنا حضرت قبل عام أيضا بأمسية بحضور شعراء سوريا وبقية بلدان العرب وسعيد جدا بحضوري هذا العام وإن شاء الله أقدم نصوص أو قصائد حول سوريا وحول القدس سأقدم قصائد وطنية وقصائد في حب الشام وفي حب القدس وقصائد تنم عن دور الكلمة في مواصلة النضال بجانب الطلقة وكما هو معروف أن الكلمة لا تنفصل أبدا فهي في خندق واحد مع المقاومة قد جدت من ألف للياء أكتبها كل الحروف أمام القدس ترتجف كل الحروف أمام القدس ترتجف كم غادر الشعراء الرسمي توقفوا ألقوا معلقة من بعدها انصرفوا إن الوقوف على الأطلال بجدنهم لن ينصفوا قدس لو تحرنهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر